تجلس الأمة للفصل التشريعي الخامس عشر تم فرز الأصوات يا أخوان بس عدد الأوراق اللي موجودة قدامنا خمسة ستين واللي تم اقتراعهم خمسة ستين فنبدأ بالتصويت نبدأ بالفرز الحين الفرز طريقتك التالي راح الورقة نعرضها عليكم وتسجلون معنا بالاسم فأول اسم مرزوق الغانم لو سمحتوا ما نبي تصفي هدو مرزوق الغانم هذه الثانية ثانية ثانية الثالثة الآن مرزوق الغانم عبدالله الرومي مرزوك الغانم عبدالله الرومي مرزوك الغانم هذه أول عشر خلصنا منه العشرة اللي بعدها مرزوك الغانم شعيب الموزري مرزوك الغانم مرزوك الغانم مرزوك الغانم مرزوك الغانم هذا أول عشرين خلصنا منهم نبدأ من العشرة الثالثة الآن مرزوق الغانم عبدالله الرومي شعيب الموزري مرزوق الغانم شعيب الموزري نبدأ بالعشرة الرابعة شعيب الموزري مرزوق الغانم مرزوق الغانم مرزوق الغانم عبدالله الرومي مرزوق الغانم مرزوق الغانم مرزوق الغانم مرزوق الغانم العشرة الخامسة مرزوق الغانم لو سمحتم شعيب المواجري شعيب المواجري عبدالله الرومي عبدالله الرومي مرزوق الغانم مرزوق الغانم مرزوق الغانم فاكمل الفرج لو سمحتم خلين نكمل الفرج يا أخوان وبعدين نحتبل برة إن شاء الله تحتبلون هذا يمثل الكويت كلها ما يمثلكم بس أنتوا واللي يطلحنا معاه مرزوق الغانم 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 يا أخوان رجاء خلونا نكمل الفرز عبدالله الرومي مرزوق الغانم عبدالله الرومي مرزوق الغانم آخر خمس واحد اثنين ثلاث اربع خمس مرزوق الغانم مرزوق الغانم اذن وكما شاهدنا وقع الجلسة مرزوق علي الغانم هو رئيس مجلس الأمة في فصله التشريعي الخامس عشر بأغلبية كبيرة تسعة وأربعون صوتا للنائب مرزوق علي الغانم مقابل ثمانية لكل من شعيب الموزري وعبدالله الرومي في التصويت في البند الثالث والخاص بانتخاب رئيس مجلس الأمة في بداية دور الإنعقاد في فصله التشريعي الخامس عشر بدور الإنعقاد الأول بعد ذلك أيها الأخوة والأخوات سيكون هناك انتخاب لنائب رئيس المجلس بعدها سيتم انتخاب أمين السر ومن ثم انتخاب مراقب المجلس يتلقى الآن السيد مرزوق علي الغانم والذي فاز بعضوية الدائرة الثانية ويفوز الآن بأغلبية كبيرة في جلسة مجلس الأمة برئاسة المجلس بعدد لو سمحتم يا أخوان لو سمحتم على النتيجة الفائز لمنصب الرئاسة مرزوق علي الغانم ثمانية واربعين صوت يليه نائب عبدالله الرومي تسعة صوت يليه شعيب الموزري ثمانة صوت بل يتفضل رئيس لاستلام الرئاسة ترجمة نانسي قنقر